إذن يوم حسان بدنا نحكي عن مجموعتك الجديدة واللي طبعا لهذا العام وبنا نحكي عنها والبداية نحكي عن اسمها ليه تم اختيار هذا الاسم أكيد بالبداية اسمحي لأهني جلال سيدنا الملك عبد الله والملك رانيا العبد الله بزفاف سمو ولي العهد الأمير حسين والأمير الرجل الحسين والله يوفقهم ويهنيهم بحياتهم مع بعض أمين يا رب والله يضيم الأفرح في بلدنا أمين يا رب خلينا ننتقل إذن نحكي أكتر عن سبب اختيار هذا الاسم للمجموعة هالايت كوليكشن هي مستلهمة من الصخور الملحية لحجار الملحية تاعت البحر الميت لهيك سميناها هالايت كوليكشن نسبة لحجر الهاليت اللي هو حجر ملحي في البحر الميت نعم فمن هون إيجا الاسم نحكي عن الكوليكشن أكتر شو ارتباطها بهذا الحجر ليه قررت أنه هذا يعني يعني شو الإشي الشبيه بهذا الحجر حتى تم اختيار هذا الاسم بالضبط ولبالبداية إحنا خطرنا مثل ألوان الكوليكشن حبينا تكون أنه درجات الفضي هي قريبة كتير من لون حجر والهاليت نفسه والستايل كان كله أغلبه دريبينج وستعملنا أماشط مثل اللامة في أنواحها نعم عشان إحنا نعرف أكتر خلينا نصارد مع بعض يعني هيك كم صورة مجموعة من الصور طبعا مش كل الكوليكشن ولكن مجموعة من الصور لحتى تحكي لنا أكتر عن هاي المجموعة وعن نشوف مع بعض الصورة الأولى هذا التصميم حبيت أعمل الدزايم من تحت يكون البليسية تنورة البليسية كثيرا رجعت موضة البليسية هي كانت كثير درجة بالستينات والسبعينات وهلها رجعت كثير إن لهذا السيزن فحبيت تكون هذا التصميم تنورة البليسية تمام زي ما احنا ملاحظين هيك فئلها فوليوم حلو وستدر كمان عملته دريبينج طريقة بشبه موج البحر زي ما لاحظين كيف فهلا نقدر نحكي إنه السلفر الفضي هو من الموضة لهذا السيزن تعريباً آه بس إحنا هون ربطنا اللون عشان اللون حجر الهلي آه تمام هاد كمان تصميم مميز بالتمام تعونه كمان تنورتها هاي بليسية بس حجمها أصغر من التنورة طب إيش اتميزت هاي المجموعة وهاي الكولكشن حسام يعني اللي بيميزها البساطة ما استعملنا كتير شك ركزنا أكتر شي على الدريبينج يعني تفنننا بحركات الدريبين أكتر شي بالإقماش نفسه حبينا نعبال بالإقماش نفسه إيش الإقماش اللي ذكرته اسمها اللامة اللامة أوكي بأنواح آه طيب إذا بنا نحكي عن المميزات اللي بتميز هاي تصميم أو اختلاف عن التصميم الثانية لحسام حددين فشو اللي بيميزها؟ هذي ما حكت لك الكولكشنات الماضيين تصميمنا الماضية كان كنا نستعمل أكتر الشاك كنا نستعمل نوع أخمشة تانية هاي الأول مرة بنستعمل هاي الإقماشة بسبب نعومتها وكتير هدلة فبتشبه شوي موج البحار بكتير حاسة بتشبه هاي بتشبه الإنسبريشن اللي أخدنا منها الكولكشن نعم طيب حسام إذا بنا نحكي عن الموضة في العام الماضي وهذا وهي السنة إيش الفروقات عم بتكون إيش اللي عم بيكون فيه اختلاف؟ المنورة السنة الماضي كان التركيز بتحسي أكتر على فسطين الشك الأشياء الواقفة هاي السنة راح راح رحنا للأشياء الأنعم الأبسط كان في كتير تركيز للإبليسي تنورة البليسي زي ما شفنا مثلنا جلالات الملكراني اللبسات بي عرس الأميرة إيمان البليسي كمان هلا موضة الدريبينج والكسرات شفنا كمان فسطان الأميرة رجوا عروستنا كيف الموديل تاعه كان فيه كسرات فهلا الموضة رايحة على الأنعم الألطى في هذا تمام خلينا نحكي كمان عن فسطين الأعراس يعني إحنا هلا دخلين على موسم أعراس إن شاء الله يا رب بيكون الأفراح بتكون ببيوتكم جميعا ودعما بيكون موضوع اختيار الفسطان للعروس موضوع كتير مهم وضروري ورئيسي وبتركز عليه بشكل كتير كبير لما نختار فسطين أعراس على أي أساس نختارها نشوف مع بعض مجموعة من تصميمك كمان حسام تحكي لنا عنها أكتر وعلى أي أساس اختارت العروس هذا التصميم تحديدا طبعا طبعا في البداية العروس بالنسبة لها فسطان عروس هو كتير مهم يعني ومتحلم فيه أنه صغيرة فأكيد كتير مهم أنه فسطان العروس يكون بشبه شخصيتها بعبر عنها وتكون أهم شيء إنها مرتاحة فيه فإحنا ما تيجي عنا لزبونة بنفهم شو هي شخصيتها إيش الستايل حببته فنختار لها تصميم يكون بعبر عن شخصيتها وبتناسب معها عشان هي تكون مرتاحة أهم شيء إنه يكون بناسب شكل جسمها كدزان إحنا بدأنا صارت الصور مع بعض حسام تحكي لنا عنهم تشرح لنا عنهم خاصة إنه يمكن هلأ عم نشوف إنه العروس أكتر من ستايل بالزبط ولكن فيه أمور بتظلها رئيسية وضرورية فتحكي لنا عنها مثلا هلأ حساب فيه عروس بتحب تحب الستايل تكون سيمبل فممكن نعملها شيء ميرميد ستايل كذا فيه عروس تكون تحب يكون فسطانها نفوش شوية بولغام ستايل بالروح على البولغان مثلا فيه عروس بكون عرصة بالصيف فرعن العرصة بالشتاة مثلا العروس عرصة بالشتاة عملنا لها مثلا شابو وكفوف كان مميز فأه فيه هون اختلاف يعني مش موضوع إنه الطرحة خلاص هي زي الوضع التقليدي نعم فيه في الدزاين عملنا لها زبونة عملنا اخترنا لها الشابو والكفوف كان وقتها كريسماس سيزن وشتاة فحسيت هذا الأشي بالبق أكثر لهذا نعم وطبعا بس أغلب العراس بيحبوا فضلوا الطرحة يعني بفضلوا الطرحة طيب احكي لنا عن هذا التصميم هاي يعني قدي بتاخد وقت هل في عليها شاك أو بس يعني منشوف كمان فسطين الأعراس ما عروف فيهم بيكون مرات دنتيل بيكون فيهم شاك خفيف بسيط حسب يعني كل عروس ايش بتحب فاش رحلنا عنهم بالضبط زي ما قلنا حسب مثلا هاي العروس حبت مثلا تولوكس يعني عملنا لها الفسطان نفسه بتنورة أوفرسكيرت وبدون تنورة هو مثلا اللوك كتير سمبل وكلاسي والصورة اللي قبلها شفنا كيف كان له أوفرسكيرت مع ديلة طويل فزي ما حكيت لانا كل زبونة هي شو حابة تكون باطلالتها بفسطان العروس نعم هاي زميلتنا كانت نتالي من رجلة تحية طيب احكي لنا اكتر كمان عن هذا التصميم تحديدا فسطان نتاليا حبينا نختار له شك تقيل من فوق عند السدر والقصر وفضلنا انه نكون من تحت سادة تنورة تمام فعلى هذا الاساس هلأ بهاي الموضة عم تنهاي العروس حبينا نختار الحبات يكون فسطانة كلها مشكوك كامل من فوق لتحت تمام فما في اشي بحد العروس إذا من نحكي يعني ما في انه موضة عم بتروح ولكن كل حد فيه شخصية معينة إلى هذا هلأ اكيد الموضة مهمة بس ما بحب كمان الزبونة تلتزنة بس بالموضة الفضل الموضة ما بتناسب شكل جسمها أو ما بتناسب استالها فأنا دائما منفضل نختار للعروس بناسب شكل جسمها لون بشرتها بالنسبة للألوان مثلا الصبايا البشرتهم بيضة بنختار لهم لون الآيفوري فسطانة عروس يكون آيفوري مش أبيض تنسع مثلا الصبايا البشرتهم بسمرة أو برونز بنختار لهم لون الأبيض الناصر بتلاك ترحلوا عليهم فهذا كلياته بالعب دوري كتير كبير نرجع لموضوع الطرحة لأنه مهما اختلفت الموضة في كتير صبايا بيفضلوا موضوع الطرحة وبالفعل هي حتى بتطفي لمسة جمالية كتير كبيرة للفستان فحكي لنا قدي هلا الموضة إنها تكون تعودنا عليها بفترة من الفترات كانت تكون أصيرة هلا عم نرجع ونشوفها طويلة قدي عم بيكون فيه كمان عليها الشغل فحكي لنا عنها هلا الطرحة ببداية الألفنات كانت موضة الطرحة الأصيرة بس هللا رجعت كثير من طرحة الطويلة هلا حسب ممكن تكون كلها مشكوكة من فوق لتحك ممكن تكون لا بس من فوق عليها شوية شك ممكن تكون سادة بالكامل حسب الفستان مثلا كان الفستان مشكوك كامل مو حلو يكون الطرحة مشكوكة كمان يصبح مهجوع فلا اذا الفستان كله مشكوك نختار من الطرحة تكون الشك بس من منطقة الفوق والهيت بيس كمان قدية تلعب دور بموضوع وشكلها طرحة نحن نعمل هيت بيس لكل زبونة من نفس الشكتة على الفستان نعملها هيت بيس لأنه أغلب العرائس بحبوا يغيروا اللوك يعني في بداية العرائس تكون لابسة طرحة بس تحب مطلع بعض العشاء تدخل بلوك ثاني فنعمل هيت بيس من نفس الشكتة على الفستان من نفس الشكتة على الفستان نحكي عن إذا هيك في نصائح بتحب توجهها يعني خاصة هلأ إحنا بالألفين وثلاثة وعشرين أكيد الموضة عم تتغير عم نشوف اختلاف وزي ما ذكرت بالبداية عم نروح لأكتر للسيمبل للبسيط للناعم للي بتكون العروس فيه مرتاحة يعني بطلت هاي موضوع إنه إحنا بدنا كتير إشي كبير فيه عرائس بفضله ولكن صار حتى استخدامهم سهل ومريح للعروس إنه في عرائس بحب يكونوا مرتاحين بهذا اليوم فإيش في نصائح لحتى نختار فستين سواء للزفاف أو حتى فستين صهرة للمعذومين والمدعوات كمان هلا كتير مهم إنه نلحق الموضة ونشوف إيش الترندي هلا بس أهم إشي إنه نختار الشي بناسب شكل جسمنا لون بشرتنا يعني ما في واحدة كسمة موحلو بس المهم تعرف تختار الشي بناسب شكل جسمها ببرز جمالية جسمها وبخفي أيدي فهوات زكات موجودة هذا أهم إشي نعم إذن يعني سعيدين بوجودك معنا حسام حددين ومنتمنى لك كل التوفيق وهالكولكشن الحلوة اللي استعرضنا مجموعة من الصور أكيد فيه صور تانية وتصميم تانية موجودة عندك شكراً لوجودك معنا نور شكراً لإلاك شبانك ترينيكم أصلاً أهلاً وسهلاً بحضرتك